اشتركوا في القناة وابرز ما جرى في جلسة المباحثات طبعا في سياق الزيارة البرلمانية التي يقوم فيها وفد ديابي برئاسة معالي السيدة فوزية بلد عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب البحريني استقبل سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء دلولة الكويت الشقيقة صباحا ليقوم البعثة البرلمانية البحرينية المتواجدة في الكويت وقد تطرق سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي على عمق ومتانة الألاقات الكويتية البحرينية والتي تتميز في مختلف المستويات والتي تحظى باهتمام ودعم بفضل قيادة وحكمة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخي حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل بلاد المفدى حفظهم الله رعاهم وفي بداية الاجتماع صباح هذا اليوم أعرب سموه عن تقديره وأمتنعناه لجهود صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العاد رئيس مجلس الوزراء في دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والتفاهم والتنسيق المستمر والدور المتميز فيما تشهده مملكة البحرين من تدور النماء وتقدم وتعزيز التعاون السنائي المشترك مشيدا بعمق العلاقات البحرينية الكويتية كان هذا في صباح هذا اليوم وبعد ذلك كان هناك أيضا اجتماع آخر بحثت ممثلاتها مع علي السيدة فوزية بن عبدالله زينة الرئيسة المجلس النواب ومع علي السيد مرزوق بن علي الغانب الرئيس مجلس الأمة الكويتي سبل تعزيز التعاون البحرين الكويتي لتنطلق من الألاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة والروابط الرافية التي تربط بين البلدين خلال هذا اللقاء الاجتماع مع الوفد النيابي وأيضا بأعظام المجلس الأمة الكويتي أكد الغانم على العلاقات التي تربط من أملكة البحرين الشغيقة بأملكة البحرين ودولة الكويتي الشغيقة والتي تعد النموذج المتميز للتلاحم الوفيق وهي درس في وحدة المصير والمستقبل المشترك جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة التي عقدت بعد ذلك بمقر مجلس الأمة الكويتي بحضور سعادة السفير صلاح المالكي السفير مملكة البحرين في دولة الكويت تم مناقشة دعم العلاقات الثنائية وتنميتها على جميع المستويات والمسارات وأيضا تطلقنا إلى تبادل الخبرات تطوير آليات الأمل التنسيق الثنائي المشترك على جميع الصعود البرلمانية وخصوصا في المحافل الأقليمية والدولية وكما أكدت في نهاية هذا اللقاء رئيسة مجلس النواب على حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على توثيق أرى التآون والتنسيق البرلماني المشترك مع مجلس الأمة في دولة الكويت الشغيقة ولابد من تفعيل دور اللجان البرلمانية البحرينية الكويتية في دعم العمل التشريعي في البلدين وكما أن لهذه اللجان على تواصل مستمر ودائم من أجل ريادة حجم التآون والتنسيق المشترك في البرلمانيين في مجمل القضايا الأقليمية والدولية نعم من الكويت سعادة النائب عمار البناء عضو مجلس النواب عضو الوفد المشارك شكرا جزيلا لك